السلام عليكم ورحمة الله معكم أخوكم خالد شملان مصور بحريني ومدرب تصوير ومثل ما عودناكم كل مرة نيكم بورشة مختلفة وموضوع مختلف هالمرة نيكم بورشة جدا مميزة وراح تكون الأولى من نوحها بإذن الله تعالى في المملكة العربية السعودية بناء على الطلب الكثير من النساء في المملكة العربية السعودية اللي عمل ورش في داخل السعودية لبناءكم هاي الطلب بالتعاون مع مكتب سياحي نشط وهو مكتب عين النسر في المملكة العربية السعودية وورشة خاصة بتصوير المجرة للنساء فقط هذه الورشة رح تكون بإذن الله الأولى من نوعها وراح تكون ورشة مميزة جدا خلونا نشوف التفاصيل مقلع طمية أو فوهة الوهبة أعمق الفوهات البركانية وأكبرها أطلاقا في المملكة العربية السعودية راح تكون وجهتنا لهذه الرحلة لتصوير النجر يبلغ ططر فوهة الوعبة الدائري ثلاث كيلو مترات وعمقها ثلاثمائة ثمانين مترا حيث يكسو وسط الفوهة طبقة ملحية بيضاء اللون ويعتقد أن سبب تكونها يرجع إلى أن مياه الأمطار تتجمع في قاع الفوهة مكونة بحيرة صغيرة ضحلة لا تتسرب إلى باطل الأرض تقع فوهة بركان الوعبة في المنطقة الغربية من المملكة العربية السعودية وتبعد الوعبة مائتين كيلو مترا شمال شرب مدينة طائف وحوالي السبعمائة كيلو متر عن مدينة الرياض مما يجعلها في منطقة خالية من التلوث الضوئي وهذه الشيء يعطينا فرصة رائعة لتصوير المجرة بكل وضوح ستتحرك الرحلة في فجر يوم 7 أبريل 2016 الموافط 29 جمادي الآخر 1437 في الساعة الثانية صباحا من الرياض بحافلات فاخرة إلى مدينة الطائف ومباشرة إلى الفندق حيث سيتم توزيع الغرف على المتدربات في الفندق لأخذ قصة من الراحة في الساعة الثانية عشر ظهرا رح نتناول غداء في الفندق وفي الساعة الثانية بعد الظهر رح نتوجه برحلة سياحية قصيرة لرؤية مدينة الطائف الجميلة ومزارع الورد الطائفي الفريد من نوعه ومصنع الورد في تمام الساعة الخامسة عصرا رح نرجع إلى الفندق ونرتاح استعدادا للمحاضرة النظرية اللي رح تبدأ في الساعة السادسة بإذن الله تعالى اللي رح تستمر بإذن الله إلى الساعة العاشرة مساء بعدها رح نتوجه للعشاء وننهي اليوم في اليوم الثاني رح نبدأ يومنا بالأفطار في الفندق والتجهز لرحلة التصوير في حوالي الساعة العاشرة صباحا رح ننطلق إلى منطقة تقع بالقرب من منطقة الوهبة حيث رح نستقل سيارات خاصة ضد دفع رباعي للانطلاق إلى الفوهة واستكشاف المكان وتحديد مواقع التصوير بعد فترة الغداء رح نستقل النهار في الشروحات النظرية ومساعدة المتدربين في أعداد كاميراتهم تقنيا للتصوير وضبط معداتهم وتحديد التكوينات المناسبة للتصوير على حسب اتجاه ظهور المجر في وقت الغروب رح نتوجه للتصوير الغروب الصحراوي الجميل ونستمتع بسحرها الخلاق بعد ذلك نستعد لتصوير تكويناتنا المخطط لها في اللحظة الزرقاء والتي رح تظهر خلال ساعة بعد الغروب رح يتلاشى نور الشفق في حوالي الساعة الثامنة والنصف ورح يخيم الظلام الحقيقي على المنطقة كاشفا سجادة سوداء من النجوم المتلألئة والتي تسحر الناظر بجمالها الخلاق في منظر غاية في الجمال رح تظهر المجر بشكل غير واضح في حوالي الساعة التاسعة في الجهة الجنوبية فما رح يكون ظهورها الأول هدفنا لهذه الفترة رح نستغل الفترة الأولى من الليل في تصوير مسارات النجوم بجميع أشكالها وبعدها رح نتوجه للعشاء في حوالي الساعة الثانية عشر صباحا رح تأتي للمجرة الأفق ورح تظهر بشكل قوس جميل لغض الأفق ويعتبر ظهورها بهذا الشكل نادر خلال السنة مما يسمح لعمل تكوينات جميلة ونادرة مثل ما هو مبين في الصورة اللي أمامنا رح يستمر ارتفاع قوس المجرة إلى وقت شروق الشمس واللي رح يكون في حوالي الساعة الثالثة والنصف سامحا لنا بوقت كافي لتصويرها بعدها رح يبتدي نور الشفق يتغلغل في وسط الظلام عالنا عن بذوق الفجر وقتها رح نتوجه لتصوير الشروق الصحراوي الجميل وننسحب لمخيمنا لأخذ قصد من الراحة والأفطار والاستعداد لترك المنطقة حابين نأكد لكم أنكم تحت أيدي أمينة في هذه الرحلة فالورشة رح تكون تحت رعاية وتنظيم مكتب عيون النصر السياحي السعودي المرخص من الهيئات والمتخصص بالقيام بهذا النوع من الرحلات داخل وخارج المملكة الآن لأننا نهتم بكم وبتطوركم في هذا الفن الجميل رح نقدم هدايا مجانية قيمة جدا للمشاركين في الورشة رح نعطيكم عرض يصعب رفضة للي رح يسجل في الورشة رح نقدم له دروس أساسيات التصوير الفوتوغرافي كاملة وفيها تقطية كاملة لكل ما يتعلق باستخدام الكاميرا وطريقة التصوير الاحترافي من البداية إلى النهاية تغطي الدروس خمس ساعات مكثفة من المعلومات والتي تشمل مقدمة عن التصوير طريقة التعامل مع الكاميرا باحترافية فنون التكوين وأسراره التباين والإضاءة فتحة العدثة البعد البؤري وعزل خلفية الوضوح التام تجميل الحركة باستخدام الغالق كيفية عمل الإيحاء الحركي طريقة عمل تطويق الحركي التصوير الليلي طريقة عمل تقنية التزويم حساسية الضوء توازن الألوان وطريقة التعامل معها طريقة التصوير باستخدام الوضع اليدوي الكامل كل هذا مجانا لكم ولكن هذا ليس كل شيء أيضا راح نقدم لكم دروس أساسيات معالجة الصور باستخدام برنامج اللايترو 17 بروجيكت مختلف نعرض فيه كيفية استخدام البرنامج بكل احترافية فوق الخمس ساعات من الدروس المكثفة واللي راح تغطي مواضيع كثيرة منها أساسيات برنامج اللايترو وشرح مفصل لجميع أقسامه شرح كامل لأدوات البرنامج المختلفة وطريقة استخدامها خطوة بخطوة طريقة معالجة الصور الاند اسكيب كيفية سحب التفاصيل من الصور الغامقة وموازنة التعريضات خطوة بخطوة معالجة الصور الأبيض والأسود طريقة عمل صور الـ HDR باللايترو كيفية حفظ الصورة وجميع ما يتبع من خيارات عرض مغري يصعب رفضه بس لحظة أيضاً عندنا هدية ثالثة لكم نعم فوق هذه كلها في هدية ثالثة لكم وهدية قيمة جداً في الحقيقة راح نقدم لكم أيضاً ورشة أساسيات معالجة الصور باستخدام برنامج الفوتوشوب المستوى الأول مجاناً لكم مدة الورشة 16 ساعة راح نغطيها على مدى أربع تيام واحد لواحد معاي عن طريق الانترنت ورح نشرح فيها أساسيات استخدام البرنامج واللي راح تضمن أساسيات الفوتوشوب معالجة المناظر الطبيعية معالجة صور البورتريت معالجة البشرة معالجة المكياج التكوين بالفوتوشوب عمل صور البانوراما بالفوتوشوب معالجة صور الأبيض والأسود بالفوتوشوب أتوقع عرض يسيل اللعب صح؟ كل هذا مجاناً لك وتشجيعاً لك للمشاركة في ورشة المجرة وأكيد الآن تتساءل عن سعر الورشة وكم قد يكون عشان كنت أن نقدم هذا العرض السخي معه جاهزين للمفاجأة؟ سعر ورشة تصوير المجرة راح يكون 2700 ريال سعودي فقط نعم هذا العرض السخي كله ب2700 ريال فقط الآن خلونا نشوف القيمة الفعلية لهذا العرض ورشة تصوير المجرة 2700 ريال دروس أساسيات التصوير 300 ريال دروس معالجة الصور باللايت روم 300 ريال ورشة أساسيات الفوتوشوب 900 ريال القيمة الفعلية للاستثمار 4200 ريال ورح تحصلون على كل هذا ب2700 ريال فقط عرض جميل صح؟ مثل ما قلت لكم راح نقدم لكم عرض يصعب رفضه عرض مغري جدا ورح تستفيدون كثير من الرحلة الجميلة والفرصة النادرة لتصوير المجرة بشكلها اللي راح تظهر عليه ومن جميع هذه الدروس القيمة اللي راح تحصلون عليها مع الباكيج مجانا بإذن الله تعالى سعروا الآن بالتسجيل ولا تضيعون هذه الفرصة القيمة وهذا العرض السخي راح تتضمن رسوم الرحلة ورشة تصوير المجرة السكن في الفندق المواصلات من الرياض وإلى أماكن التصوير رحلة سياحية الوجبات من أفطار وغداء وعشاء محاضرة نظرية في قاعة الفندق والآن والآن للي حاب يسجل يرى يتملون الفورما تحت ورح نتواصل معكم إذا كنتوا من خارج المملكة وإذا كنتوا من داخل المملكة رح تواصل معكم المكتب في السعودية بإذن الله تعالى لإكمال إجراءات التسجيل يعطيكم ألف عافية ونشوفكم إن شاء الله في المملكة العربية السعودية ومع تصوير المجرة